اضع اللحم الهبرى ما شاء الله الله يباري الغوص بالعجيمة حياته مارت عملك انزحي انت لغوص محلك انا صقت الكبة لأنه حمي الزاد الزاد حمي بسم الله الرحمن الرحيم واللبن مش معنى الاطعم يعني شايفين ما شاء الله بسم الله بسم الله الرحيم سلم دياتك يا سبت الكلب حبيبت ذكرى معيني حياتي انا رايته يسعد لي صباح احلى مارت عم احلى حميه بالدني كله صباحك ورد يا مارت عمين حبيبت قلبي كيفك اليوم؟ الحمد للرب العالمين حبيبت قلبي ان شاء الله عطولي انا مشتاقت لي ام مشاهديني كله بيدعو بسلامتك كله بيدعو بسلامتك وبطولة عمرك يا رب حبيبت قلبي نحنا مشتاقين لأكلاتك يا مارت عمين شو عاملت لنا اليوم؟ بديعني الوصفة طيبة ولصفة كتير بيحبوها اسمها كبه بلبنية كبه صغيرة بلبنية كبه بلبنية هلا انا جبت كيلو غربة كيلو برغل كيلو برغل هدا بدو نس كيلو لحمة هبرة همرة يعني منطلب من اللحم اللحمة تكون هبرة هبرة هلا انا بدي اعجل افرك البرغل منيح بغسله وبطفيه من الماء وبحطه على جنب يعني ما مننقعه بالماء متل الرز لا دغري بغسله صفين وبحطه على جنب لا قدير بنت بلاش نص ساعة ثلاثة ارباع الساعة حسب ست الباب بكون فاضل بيكون صار جاهز للفرق بيكون صار جاهز للفرق مرش عليها رشة ملح ومنفركه لحتى يسيد بين ايدينا عجينة ننتبهو في ملاحظة ما يكبتروا ماهينا عم يفركوه العجينة بترتخي لان الكبة بلبنية بدى لكون مازكة مرت عمي اسميلي عليك انتي ما بتستعملي مكانة الكبة بايديك بتفركي ايه بتفكم بايدي عميه وعلى فكالك ضافيري كلها مقصوصة ايدي نضيفة مغسلتها لك يقبرني لنضيفة انا ما في داعي تحكي هلا احنا بدنا نعمل البلغة بس نعمله بدي انا عايزة ريحان حبق احضر هناك زريعة في حبق اخضر هدا بعوزة للكيلو برغل واللي مش متوفر عند الحبق اخضر بيخد يابس مع اقتين حبق يابس صحح كمان ابي يمش الحل بدي للبرغل العزينة ملع ملح اللي باكل فيها وعدواء بدي ملعة كبيرة سبع وهارات مشكلة بدي ملعة كبيرة ببريكا لايف الحلوة بدي ملعة كمون من الموضوع كمون كمون للكيلو برغل كمون اخرج عجل احنا بحاجة نصح كبيرة نضيف رز لبنية لكي انضيف الرنق يقضي المقضة لحتى يعقد اللبن معي نضيف لكي انا هلأ انسنا نغسل البرغلات وننقعا دغل همارت عمي هلأ نحن غسلنا البرغلات نحن غسلتهم هلأ انا بدي فرقم بدي دال الفرق فيهم نبرشلنا رشة ملح يجب ان يتفرد كيف تتميسك صح 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 حسنا صح 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 ено صح 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 كيلو و نصف لحم كيلو و ايه كيلو و ايه هلأ انساني قدرته ليلة هلأ انا قبل نمدهم بدي حط التابلي فأمنوا اللي فرامتهم الريحان البصل الكمون والبابريكا والسبع بهارة اللي ذكرناهن قبل شوي فرامناهن مع بعضهم بالفرامي واللي ما عنده فرامي بيقدر يدقون بيقدر يبرشون هلأ منغوص بالعجينة منغوص مارت عامي لك انزيحي انتي لغوص محلك انا هدي بس تحت لي اقلب لكي هنقلدي بس يعيشوا هدي انا رح وقف التصوير رح استلمون عن مارت عامي بورجعلكون هلأ دعكت الله اياهن لمارت عامي وعملتون على شكل كرات وعملتون كرة كريتان بسم الله الرحمن الرحيم زمسكتها لهايدي بأيدي وبدي اعملها للكب باب مية شبتي مقح لها ليلة لكي مقح لها ما شاء الله بشو بدنا الرقق بدنا الرقق لحتى إذا قليتها يتستوي من بره ومن جوه بس ما قلت لي مارت عامي عجبك شغلي شفتيها سلم دايتي شبهو ما شاء الله خرجينا قلبها شفتي للا قدبى فينا الرقق منرقق منحط اسبعنا ومنقلب ما شاء الله شو بعمل انا بعبية لحمة ومجمع صبيعي موفاء وبدبها هتضبها حبيبة وهايدي الزيادة ملتحة بقبعة اذا كانت سميكة لكي مقح لها ليلة ما شاء الله ما شاء الله فين يعمل اصغر فين يعمل اكبر كيف طلب الانسان يعمل لكينا الحشوين احنا لسا ما عملها يلا لنعمل الحشوين حيلا لغزت الايدي بس وصوبنا هلا مارت عامي انت شو محضرتي لنا هون انت مقليتيها لللحمة للبصل عفوا انا عملت عشر بصلات ما شاء الله حسب عدد افراد العيلة يعني انا عملت هون عشر بصلات كبار كبار صح لحتى ايديك في ناس بتعمل خمس بصلات ست البيت هي ونظريتها هي وقدرتها ولا شي لحد هلا ولا سامن اذا انتشفتها تنشيف هلا هلا بعدها هلا بدي حط اللحمة المفرومة بسم الله الرحمن الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هلا مارت عامي كانت عاملي البصل قبل بوقت تحتى ما تاخد وقت بالتحضير فكانوا البصلات دبلانين وطافي تحتهم هلا رجعت شعلت النار تحتهم وسخنت البصلات وحطت اللحمة بسم الله بسم الله بها بُهارة بأيدي كله بأيدي يعني بهارته مشكلة ايه ملعة ملعة اكل بسم الله الرحمن الرحيم ملعة اكل بسم الله الرحمن الرحيم ملعقة الطعام ونحركوا مع بعض أعطيني عنيك مرتعمة يلا بسم الله الرحمن الرحيم هلا عم قلب للاحمات للمرتعمة وشايفين كيف لونه صار مرتعمة نارحات شو رأيت ايه بدلنا يا عما بدا نقلبه لحتى تستوي اللحمة هكذا اللحم كيف حمرة شفتي ايه لك بسم الله هلا رح نترك اللحمة لك انا تعيش حياتها لحالة وتستوي عمه لنحنا حركنا واللحمة غيرت لونه رح ننتقل هون عالطولة نشوف مرتعمة شو عمتعمون هلا هلا بدي هير اللبن بدي هير اللبن مع النشا وننفعه عالنار هلا لبن زبادي عطول بيسألو اليوكت هلا بما انه نحنا عاملين الكيلو الكبة كيلو البرغول المفرومة انا بدي حط بشان ماء دايا وعوز بحط كليان لبن لانه هاي دي الكيلو هاي الكيلو انا بدي حط قده مي بس اخلطه بالنشا وحرك اللبن ويغلي معي هاي دي بعبية مي بتلقى مفرق تعمل لكن هلا هنفرغ بالطنجرة كليان لبن ايه طحين دلقنا اول كيلو ماشاء الله لكن ما بينزاله بسم الله بس بيتعكل والخفزية ليلة صحيح حطينا كليان لبن شو مفرط عليها المي كيلو واحد صحيح هلا بعب بهاده مي انا مي مضيفة فيه على فكرة حدا زكارلي بالكومنتات انه عم يفرط اللبن معي اللبن بيفرط في حال واحد شو هو واحد كترة المي لقلوم يعني كيلو اللبن بيحمل كبية مي كيلو اللبن بيحمل كبية مي كيلو اللبن بيحمل كبية مي شو ممكنت بتطحق يعني هيدا عبارة عن كبيتين ومهما كانت بس يغلي وحطينا الاكل فيه مثلا اينان جامد فينا نزيد كبية تيني عطلت شي ورا شي شي ورا شي منحط هلا انا عم حبث اللبن حتي يسيق معي عالاخير بعدين منحط المي شفتي ليلى بسم الله هلا شو حت حطيه النشم هلا بدي جيب ملعة وحط النشم للكليان لابان ملعقتان طعام نشم هيا ملعتين حوجة هاتي يعني كما تعمل هتات مي حولي هن الميين بسم الله الرحمن الرحيم هلا ما بقى حفت مي ابدا لحتى ركب ع الطبخه وشوفة انا نظريتي بتقلي اللي بده مي ولا لا لك انا متل ما قالت مارت عمي من اسباب فشل انه اللبن بيفرط معكم هو انكم عم تكتروا مي تمام مارت عمي قولت بالحشوي بحطوا شي نوع قلوبات لانو انا بعرف بحطوا جوز للكب المشوية او بحطوا سنوبر نعرف هلا قدي حق السنوبر قدي السعر نار فما منحطوا قلوبات هلا ما بيحطوا قلوبات بالكب المشوية بس هدا اللوز سنوبرى يعني تشكيلة وكمنظر حلو بس لا ما بتعوذ نجاز ولا اللوز ولا كاغذر يعني ما حت حبتي هلا بمشوية هلا بلا لكن جيبيني يا ليلة عندول انت جيبيني يهو لايكي بدابتي حطوا هدا هدا اللوز سنوبرى اللوز مكاثرينو عميلي متل صنوبة شفتي يعني انتي قليتي بسمني ولا بالذات لا لا قليتوا بالذات قليل لانه ربين espectري هلا منحطن فوق الحشوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نطفي الغال اه خلس هلا قصارت جاهزي على النار نطفي النار تحتها نطفي النار مرفعا عالطاولة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لكن هلا ماشاء الله تقريبا خلصنا اكتر من نص الشغل يعني عجلنا الكبه فرقنا الكبه وحضرنا الحشوي وهلا مارت عمي عم تعمل اللبن عم تحركون مارت عمي هدا لبن يعني متله متل لبن الكوسة نفسه زيته نفس الشبرة نفس الكوسة نفس الكبه بلبنية هلا بس نسقط الكبه باستوي بنا نقل نعنع وتوم عشو ماشي لكن انا رحرك اللبنات عن مارت عمي ويرجع لكم خليهم يغلوا لفاق يليل ماشي بس يغلوا لفاق متأكد انه لبن ناشي حول يلا اكيد ايدنا منها بيكار نرسمها راسة مع البيبلي بس لايكي نعمل كريات صغيرة اول شي بنعملوا كلهم كريات ايه وبعدين من كبكة صح ايدي بالطول هلا عمت كبكة كبيرنا ما تعمل لايكي ايدي كيف صور بالطول عهو قف اليد لايكي شفتي عهو قف اليد بسم الله بضغطها صوبيعي علي بشا ما تفتح بسم الله الرحمن الرحيم ولاحظوا هدا الاسبع وين لاحظوا كتير بيساعد صح ماشاء الله انا بهمي هايدي تكون رقيقة صحيح مشانا يستوي قلبة بالقلي صحيح هلا شوفي ها هلا بيحبي قلبة شو بتساع معي منحط شو بتساع بعبية مندعمها لانه هدا لبن يعني شو اللبن ما في هالمواد القوية ها بسم الله بيلبقلو تكون الحشوية عليكي تنجمع صوبيعي بتكي بجمع صوبيعي بجع بقلبة عتيني ما ما يخافوا ما يخافوا ما يخافوا يشيل هالزيالي هايدي منتحر شو ما تطلع عسميكي وتطبقه بسم الله ها شو رأيك يا ليلى غير شكل شو رأيك غير شكل عن زد ما شو الله الله يبارك لك انا هلا متل ما شفتو مرتعمي عملت قدام كل واحدة رح نقعد انا وياها نعملهم كلهم ومنرجع لكم خلصنا هلا قسمة من الكبه ان لابان خلصنا البقيين رح نبلش نقلي هولا انه مرتعمي بدا تعجل بالطبخاء واللبن اسم الله صار غليان فمعتعمي رح تقليهم? اه بيقليهم يا ليلى اكيد. ايه. بيقليهم اللي بشد عليهم بحرقهم. بيقليهم اللي حتى يشدوا معي. اه. ازا حطيتهم هيك باللبن ويفرطوها. اه. ما يخصوا ازا حطوا كبة هيك باللبن بغري. بيفرط. ضروريا. اه. بس قبل كل شي لا لك ديغسل مس كبية راز. تعمل. وحتى فاء اللبن. لكان ضروري اللبن اه ضروري الكبة تنقلم قبل ما تنحط باللبن. واللبن حياته عم يغلي عنا تعالى نشوف. ما شاء الله. وجهزنا الزيت لنقلي في الكبة. لا كدفر الزيت اقلال. نص كبية رز. يا دوب نص كبية. اه. بيحطوا فاء اللبن. من بعد ما يغلي. بعد ما يغلي اكيد. هلا ديغلي. طالما هو عم يغلي كن انا عم بقلي الكبة. اه. اه. بس يفوش الرز على الوش خلص. معنى ديكون خلص. صار جهز. هلا مرتعم انتي حطوا هون حبة كبة. لا ما نحط اه. حطوا هون لجرب الزيت. مشانة شوف الزيت ازا حمي. اكيد. اكيد. ليلة بدي بلا صاقة الكبة لانه حمي الزيت. الزيت حمي. بسم الله الرحمن الرحيم. واللبن هون بلش والرزات. شوف الرزات بلا ما بعضا مبينين على الكاميرا. بس الرزات بلش هيطلعوا. عوش اللبن معناته اللبن والرز بلشو. يكونوا جاهزين فمحط الكلبة. ليلة بدي ها. هلا منشوف مارتعمي اداحة تحط ماي. لاجي شوفيه ما شاء الله. ما شاء الله. لكان احنا احنا اول ما حطينا اللبن على البارد حطينا كبايتين ماي. وهلا كمان هنخط تقريبا كبايتين. صاح. يعيك نص هلا كيلو. نص. نص. نص لعلبة الكيلو. يعني طلعنا اول فوج. هلا صار الفوج التاني جاهز. شوفوا المنزل. الله يبين. ليلة ما منشد علي انتوب القلي ليلة. بس لحظاتك مش معنو القطعب. يعني شايفين. ما شاء الله بسم الله. بسم الله. بك سلم دياتك يا ستة. الكل. حبيبي. ذكران عيني. حياتي. هلا استوى عنا الكبات كليتنا الليناهم كلهم. واللبن. بتاع شوفي ليلة. بس الرزي يبين عن وينش. منعنا الرز استوى نضج. مع عنا الرز كمية قليلة. بس لكي كي. نص كباية. اي نص كباية. بشان نعقد اللبن معنا. هلا مارد عمي رح نحط الكب المقلية فيها. هلا ما نحط الكب المقلية فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هلا بدي حط الكباب. باكي ما احلها. ما قلتها كتير انا ليلة. يعني. ده شي غير لوني. يعني تلتة رباعة قليل. ايه. مش نص قليل. صح. بسم الله الرحمن الرحيم. يعيشوا هدية. كان معينك الليلة. ان شاء الله تعزم المشاهدين. هادي اكلة. هادي اكلة معتبرة. اكيد. يعني في كثير الناس بيعرفوها. وفي كثير الناس عبيعرفوها. صحيح. هادي اسمها كبب لبنية. وفيكن من نفس العجينة اذا ضل عندكم عجينة كتير. عجينة الكبب. فيكن تعملوها كبب مقلية. بس نحنا بطريقتنا منحط بحشوة الكبب المقلية. دي بس رمان ونعنع ماشف. صح. ها هي طريقتنا و هلا بس تغلي غلوتان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الله يلهي. لكي ما احلها. بدي خلي اللبن موافل حتى تصبح بقلبه. صح تصبح بقلبه. هلا ما بتقل غل كتير ليلة لأنه هي كستوية. صح. عرفتي. ما بتقل غل كتير. كله صار مستوي. صح. اللبن والكبب مستوية. بس انه هيخدوا غلوتان مع بعضون. هلا. بسيروا جيل زين. بها الوقت هو عم بغلي. انا بتطلع. بليقي هاللبن جلد. لعيكم. ما شاء الله يا زلعين. هلا بجيب راستو مواحد. تلقوا مع نعنع عيبة. وبحطوا على النايب. على الغلق هون. ببغلي. ما بقلي بحطوا هون. هلا هلا انا مانيح حد سمني وزيت ليلة. لأن الكبب بقليناها بالزيت. صح. وحطينا شوية سمني باللحمة. ما ضروري انا قلي. الا الا الكذبرة اللي بحط الكذبرة بقليك. بس النعنع علي مستوى بنقلق. لكيما يا مرت عمي انا رح اشترلك راستو. يلا. ونعنع ولا نعنع عيبة. نعنع ناشف. ماشي رح جهزهم. ومنحطهم فوقل كباب لبنية. صح. بقي تلة التومات مع النعنع علي مرت عمي. هلا هني ونيين منحطهم فوقل لبن. زيت بس كلا. مرت عمي شو يصر انه ما منقليه. نعنع علي بس بتقلي بيحترق. اهو. بيعطي طعمي ملا طيبة. اهو. عرفتك ايه? منخلي ناي. انا ما حطيت ملح للبن ابدا. هلا حطيت ملح مع كتوم. تعمل. لحتى يقلوا مع بعضهم. يحطهم فائل كبب لبنية. فائل كبب لبنية. بسم الله الرحمن الرحيم. بيعطوا صحيحة. ولا عطي. ولا عطيها. شفتي يا ليلى. هيدا اصلاكي شفتي. لايكي ما شاء الله. وهنيك مرت عمي لانه ضل في عنا شوية عجينة متل ما حكينا قبل شوية. عملتهم بدبس رمان الحشوة حطيت عليه دبس رمان. وقالتهم. ازا عابلكم تعرفوا طريقة الكب المقلية. اكتبولي هلا ما عطي عمي تحت بالكومنتات. ان شاء الله ما ننزلتكن يا باقرب وقت. تكرام عينك وعيني. ان شاء الله تعجبون هالوصفة. يبعتولي علي ملاحظون. اكيد رحي يعجبوني. بس هالمرة بدي نحطولي مليون على مليون. اكيد. اكيد. متل ما اريدتكن. هتا عمي كتبولي تحت بالكومنتات. كومنت. يفريحة. وهي تقرأ كومنتاتكم شخص شخص. وخلص. اكلتنا صارت جاغزة. وهلا عم بسكبون على عم. ما شاء الله ياريتكن. حركي وحطي يعني. حركي وحطي. مارت عمي شرايت بي عنا بضالة بقلة. حركي وحطي. حركي وحطي. ما تسكبي بس لبق بس كبي يا ليلة. شوش بارك خطيدي برس العزيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حركي بس وحطي بسم الله. ما شاء الله الله يبارك. لما ضعنا ما ضروري يا مارت عمي. عنا نظرية. عنا نظرية بازن الله تعالى. لكي حبة الرز بتي حبة الرز. ما شاء الله. مارت عمي بدي اسألك سؤال. فضل. هل هيدي الاكل بيت تاكل حدا شي ولا هي هيك. اه. حبيبتي هيدي جنب منها الرز ما في بديل. رز عشعيرية. اه يعني مش رز ابيض. لا من رز ابيض. ما هو لبن ابيض. طيب رز ابيض. بنا لحط بز عشعيرية جنبك. تامين من الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وها هي احبائنا ووصفتنا صارت جهزل. بتمنى انكم تجربوها وتكتبوا رأيكم تحت بالكومنتات. والله يعطيك الف عفية مارت عمي. وتعيشي وتطبخي لنا. والله يطول لنا بعمرك حبيبت قلبي. الله يعطيك ويطول بعمري. من كل وصفة. وانتي مشاهدينك بألف خار. في نقطة بدي يقول لها لايلا. شادة لايلا. في واحدة قايلتي قال مجدرة عدس عبرغل. عبتطلع معها رخوة طريقة. بقلة تحط. تشيل مية من العدس. قبل ما تحط البرغل. اه. اتنقس مية. تعمل. وتغسي البرغل الخشين وتحطوه. تعمل عيار بس يتغبت البرغل بالمية. ما بقى سعيد علي. شايفين شايفين قدية مرض عمي بتهترن فيكن. يعني عم تيرى كومنتاتكن يلي عندها اي مشكلة وعم تكتبها. مرض عمي عم تذكر الحل. الله يدي مكفورة سيارة. يا راك فيني اذكرهم كله. حبيبي. يا راك فيني اذكرهم كله. حبيبي. يا راك فيني هد عليهم كله. حبيبي القلبي كلك زوء. ويعيشوا هدية وتعيشوا بتطبخي لنا. وملتقونا ان شاء الله بفيديو جاي. ونحنا هونيك عالغاز عم نكمل عمل الكبي يلي يحكي لنا عنا المئلية. وبنلتقى بفيديو جاي بإذن الله. بإذن الله. باي. باي. شوفوا شو ساكبتلي شوفوا. شوفوا الجميل. رح يفتح قدامكم واحدة هتشوفوا قلبة من جوع. ما شاء الله. ما شاء الله الله يبارك. شوفوا الجميل شوفوا. يا ليلة دوئي دوئي. حبيبي تقلي. شوفوا شوفوا الجميل. بسمي ده.